ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير وفي احسن حياة للنهاردة جاي لكم فيديو جديد ان شاء الله كده يا ربي ينول اعجبكم تنسونيش بقى في احلى لايك وكومنت جميل من ايديكم الحلوة ديت على الروتين الحلو اللي عملته لكو ده وفعل زر الجرس على كمة الكل عشان يوصل لك احلى اشعار من قناتي حاب اقول لكم بقى في اول الفيديو كده الناس اللي بتكتب لي كومنتات وتقول لي وفاق ما بجلناش اشعارات من الفيديوهات لما بتنزل الغل الاشتراك وعمل الاشتراك من اول وجديد لو نسيت الاشتراك تعرف ان انا هليف وجيلك قديني بقول لك اهو نبهتك سمعي مني عشان هتلاقي الزوم بوقي بجنبك فالغل الاشتراك وعمل الاشتراك من اول وجديد بجد بجد بقى ماش بهزر بقى وياللهم صلى على النبي كده اه فعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لك الاشعار على طول لو عملت كده هيجيلك اشعارات بالفيديو نهار ده عملت روتين حلو جدا وعايز اقول لكم انا خلصت اصلا الفيديو ده وكان لسه وراي حاجات تانية عملها فقلت بقى الله المستعين بس اسجل الفيديو وحضره كده عشان ان شاء الله يبقى نزللكه في معيده وبعد كده بقى اخلص بقى على مهلي اللي فاضل يعني بس انا عايز اقول لكم شغل البيت ده ما بيخلص بس الحمد لله يعني الله المستعين طبعا احب بشكركم كلكم على الكومنتات بتاعت اخر فيديو نزلت اللي هو مبارح بشكركم جدا جدا ربنا يخلكوا ليه ما يحرمنيش منك يا رب وطبعا الناس اللي اترياقت بقى ان انا بتكلم على الكومنتات السربية الله يسمحك الله يسمحك والله يهديك ومشان قول غير كده المهمة بقى حبيبي كده النهار ده عملت اكل كده حلو بتحب بقى الطبخات بتاعت البيت وفاق بسيو مش حافها مالي رسالي بتلوح البيت وفاق مين مين مالي بقى شد القدام كده ليه مش عارفه انا بقول وفاق زي ما تقولي بقى سعين المهمة بقى بصوا بعد جبت كوسة وجبت بطاطس عوارك وشوية المشتريات اللي انا جبتهم بصوا بقى الفيديو ده للناس اللي بتحب الفيديو من اول الفطار لحد ايه لحد الغداء بقى ولا العشاء تمام هنا بقى بتديت اعمل معاكم الفطار سكوتو سكوتو انا عايزاكم تزغرطوا البطاطس جبناها بستاشر جنيه انا موطية صوتي شوية عشان ابو زياد نايم فانا بحاول اسجل لكم الفيديو عشان ايه انا لو عليت صوتي شوية هيقوم هو يخرم لطبلة ودن فاهماني ام يديني كده على افاية فلا اخليني معاكم اكيد يعني هيشعلقني من افاية فبحاول بقى ان انا ايه اوطي صوتي اه وسجل لكم الفيديو انا طبعا بصوا بقى في القدرة التانية عامل اسجل الفيديو وقفل الباب وعمل احاول اخلصوا عشان ينزلوكو في معيدو فبصي حطي لايك حطي لايكشان انا بعيني عبر مساجل الفيديو ده مهم بقى اللهم صلى على النبي يا رب اه هنا مسكت بطاطس كده اشرتها وروحت غسلها حلو وبعد كده ام قلت بقى حطها على النور وعمل معاكم فطار كده خفيف زريف اه كده لطيف حطي اللايك حطي اللايك عشان بصي اه بتفوف عملت النهار ده فطار ايه وعوشك حدش عمل فطار زي وفي كل واحدة بتحب تشعر في نفسها يا جميع حطيت بيت بقى في الحلة التانية ديت وهحط شوية خل وطبعا هتكتبولي في الكومنتات يا وفا بتحطي خل ليه كالعيدة بحب ازواءه يا جميع بحطي خل ليه بص عشان الحلة دي المونيا فلما بتغلي فيها المية زي كده بتسود معيك يعني بتزرق كده بتسود فالخل بيخليها ما تسودش اه وكمان اللهم اطالع على النبي يا رب بيخلي البد انك تعرفت قشاريه بسهولة يعني المهم هنا حطيت جبنة كده ملحي خفيف كده مرضيتش حط حوادق والله يعني انا كان عندي كان عندي جبنة قديمة في التلاجة بس ما جيتش جنبها لاني ضغطي مش مزبوط شوي مش عام من ساعة ما ضغط يعني من ساعة ما دخلت اليوتيوب ده انا ضغطي مش مزبوط نهائي طالع ونازل نازل وطالع بصي واطي وعيلي مع بعض بتعرفيش ازاي يوم كده ويوم كده هتولي لي روحي للدكتور يا وفاق والله يروح تقال لي عادي طبيعي يعني هو عارف سني كام يعني انتو عارفين بقى انا سني خمانستاشر سنة كده سبتاشر سنة بكتير يعني سمحني يا رب مش عارف انا كل ما ده بقارمط لي في السن بتاعي واكل فيه مش عارف المهم يعني فمهم قلت له سني كزا فعملي رسم قلبي واسل الضغط وعملي شغلانا ساعتها انتو فاكرين وفي الاخر قال لي والله ضغطك كده مظبوط عادي يعني ما فيش حاجة بس كما نعمل من شرب القهوة اقول لكم استروح فمعرفش عدي يوم اللي بيها يا جماعة طب اعمل ايه قولولي هنا بقى انا سلقت البطاطس وحطت عليها كده قطعتين زبدة وقلت بقى هرسها كده زبط يا بيت يا وفاق الاداء كده شفتوا الهرسة دي نسيت ان انا ورها لكم جيبتها ونسيت ان انا ورها لكم اهو يلا حبيت هتمنزر بها قدامكم النهار ده وفاق جابت هرسة للبطاطس يا جدعي حدش جاب هرسة اللي هي نوحة جميل على فكرة عجباني جدا يعني بصي لو عايز انزل بيها على دماغ عيل كده بيغزني هنزل عادي يا هرسو زي البطاطس فبصوا يعني قولوا لعيالي محدش يدقي امكو عشان امكو شريرة اللي من دول عملت بقى شوية بطاطس كده مهروسة معلقتين زبدة كده انما ايه وسخنة بقى وجميلة واخدت شو وقت تولى على النار انا حطيت البطاطس على النار وحطيت البيض وفصلت يعني رحت صليت الظهر وجيت في الوقت ده هنا بقى الفول اللي انا حاوكته معاكو ده بالتحينة والكمون والملح ومش عارف ايه وحطيته في الميكرويف كده ايه سخن على طول كيس الفول ده كان بقى له يجي اسبوع في الفريزر والله وانا مكسلة طلعت النهاردة بقى طلعته كده وحنت عليه بس يعني طلع حبة فول ما حاوييني انما ايه هنا بقى قلت اشار البيض وخلص بقى الفطار وعايز اقول لكم يعني احنا قمنا كده لقيت الصالة مكان ملعب كورة زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي فقلت برضك ايه يعني اروقها معاكو الترويق اللي هي ايه العادية كده اللي على المشي وبعد كده ندخل مطبخنا نعمل الغداء بقى مع بعض نزبط الدنيا ما عارفش في ايه انا بقى اشار البيض لقيته كله بيطلع من بعضه مش عارفة البيض بيطلع من هدوم يا جدعين البيض طلع من هدوم حتى البيض مش طيق نفسه يحاول الله يا رب لا اله الا الله مش عارفة فيه اللي بيحصل لي منذ المهمة بقى ايه اشارت البيض كده وزبطته وخلاص كده ده كان فطارنا كده النهاردة ايه افتكرت الليفت بتاعي الامر بقى شفت الليفت بتاعي جميلة ازاي يا جماعة والله طعمه بقى ارمشته ايه واعو الشك ايه واعو الشك والله مية دفية وملح وبس شفوا اهو ما حطناش اي افتكاسات تاني وطبعا انا حطيت معي بتاع دوت الله هم بصلى على النبي اسمه ايه اللي هو البانجر دوت فزبطه يعني هنا بقى ايه قلت قبل مخرج للحبشتكنات اللي برا احط اللحمة على النار كده تتسلق لان الدنيا كده هتاخد مني وقت شوية فقلت يا عبالما ايه لف اللفة اللي انتو هتشوفها دلوقتي دي تكون اللحمة تسلقت وتزبطت انت طالما اللحمة تسلقت معيك او الفراخ ايا كانت هتطبخي بنوع زفر ايه خلاص تعرفي ان اللي جاي سهل يعني حطيت بصلايا وطمط مية وقلت النهاردة زبط الأداء بص يا جماعة والله العظيم انا بحب الطبيخ في البيت قوي يعني اللي بتحب الطبيخ في البيت تكتبلي تقول لي وفيق انا بحب تشبيخ في البيت تمام؟ النهاردة بسكوته عشان اقول لما اقول لك انت هعملك طبيخ على بيت تقول لي لأ ما بحبوش البيت دي بقول لكم متقلب وبتتحول بتتحول زي امها فالمهم شوحت كده اللحمة بتاعتي كده بصوا بيبقى راحتها في الوقت ده ريحة طلعة جميلة كده وشروبيتها بتبقى ايه في منتج جميل حطيت واحدة فين فوز شوية بقى التوابل بتوعنا حبهان بقى وورق لورة وكده يعني زباطي بقى وبهارات مش عارف انا بستغرب للناس اللي بتخش تقول لي يعني ايه بهارات يا وفي بستغرب لكم والله يعني ايه بهارات يا جا بعدي بعروفة بهارات بهارات يا اختي والله بهريها بهريها آآ خلاص كده حطيت شوية الملح بتوعي وخلاص تغري غلوة بوط عليها بقى وسايبها مع نفسها نخرج بقى للمعركة اللي بره دي بستو كنده هايسة بقى ها الدنيا زيتة وانا زيت معيها هي بتقول لي كده بتبسكو هاي بتحدفلكم بوزة هنا بقى باشيل بستو معرفش شامطة فيها ورق وهنا انا كنت رابطة دماغي اختي وعملة القمطة بالطرحة دي اتفقشلتها بقى قلت يلا بيت وفعل زباطي كده الصالة بستو انا ايه زباطي الصالة وكنستها وروحتي مشغلة عود بخور وقعدت بقى صرحت كوكا كده هتشوفها لان كنده هغير لها كمان لان الغيار ده عليها من مبارح كان عليها يعني من مبارح فقلت بس هتشطفها كده وزبطها لان مبارح كان يتبقى تشور فحلو قوي كده يعني حلو مش كل يوم عشان يعني في دور كده في الجو كده وحش على الاطفال يعني فربنا يستور اطفال ايه اطفال وكبار والله فربنا يعديه على خير يا رب نحاول نحافظ على الننات اللي زي كوكا كده فبص بقى قلت ازبط كده ايه يعني امسك كده بتاع دوت كنبة كنبة كده ازبطها كده ويعني مرضيتش هخش والله للمطبخ اقول لا قفيل انت هتخش تشوف المطبخ معي زيت ازاي بس تي برضو هننضفه مع بعض هننضفه مع بعض شفتوا واحدة كده يا جماعة طول ما يعدت الطريقة على نفسها كده فيش فايدة فيش فايدة فيها لو ما ترقتش على نفس الطريقة على عيالي معلش يعني مين هيستحملني ما كنتش استحمل نفسي مين يستحملني ما كانوش عيالي يستحملوني مين يستحملني بس تبقى قلت ازبط الصلاة ده انا يعني مقام مسحاها وبنظفها ومخليها امر يعني معاكم يعني فلا احافظ عليها برضو حافظ عليها على قد ما انا بحب الحافظة اللي في الارض ديت على قد ببصوا من اقل حاجة من اقل حاجة تظهر وبنع عليها بس في عندي بتاع دوت اللي هو مزل البقعة دوت كنت جايباه ما حكت الشهر وكده نوعه جميل جدا يعني بحط شوية كده على فوطة واي بقعة فيها بقوم لمعها بيها عشان تقعد معايا شوية هنعمل ايه هنا بقول لكك يلا تعالى غيرلك بقى زبطتها وبعد كده قلت لها تعالى شليت توك اللي انا مرشقة هالك ديت انا حاسة ان انت صباطة موز هنا موزة وهنا موزة وهنا موزة تعالى بيت وروحت بقى مزبطاها كده حطت لها بقى الزيت وقلت بقى لملاش عارضة كله بص بقى قلت لها انا مش هحطت لك توك كتير بترجع تعياتي لما باجي اصرح لك فهي اعمالة تكنية يعني على فكرة ما تقول لي لا حط غاملتين شافة هي ملها هنا بالبرطن بتدع علي بتقول ايه مش عارف مش فاكرة بيبتقول حقا كتير في سرها يعني بس انا بطرمش المهم بقى اللهم صلى على النبي يا ربي كده زبطت كندة وزبطت الصالة بقوم ايه دخل مطبخي بقى شايفين بصوا النور انا عايز اقول لكم الفيديو ده النور كان قطع بعد الفطار والله العظيم زي ما بقول لكم كده ويا ربي مش عارفة عدله ساعتين ولا تلاتة ويتكلم في نفسي ان انا عايز اخلص عايز اخلص بقى بل متامر ييجي وطبعا انا ممكن اعمل مثلا على دوق الكشاف الكلام ده كله فرجعت وقلت طب كده مش هصور فاستنيت وقلت بقى خلص اول ما النور ييجي بسرعة بسرعة اجري يا بيت شافة حوالتي ديلي لازدال في بوقك وطلع اجري زي البلدية كده المهم دخلت بقى للمعركة اللي انتو شايفينها دي بس عالمين في ثانية في ثانية هالم الحبشتكنات دي كلها الم حبشتكنات دي كستة وفق هنا بقى بسو الكلام ده كله بعد الفطار اهو باللم شوفوا بقى الفطار اللي انا حطيته قدامكو ده اهو بشيل بقيته كمين عشان بس الناس اللي بتقول لي ايه يا وفق مش الاكل ده قليل لا والله يا جماعة ده الاكل ده بيبقى كتير علينا اهو انا يعني انا ايالي بيجوع بسرعة مش هقولكو لا بس اكلتهم بسيطة جدا ملهمش اكلة يعني اه هنا بقى بسو مطرح بقى مشربنا القهوة فيش فايدة تقول لي ضغط عالي ضغطواتي اما بموت في القهوة يا جماعة بموت فيها بحس بسو بنتي بعيد عني ابني بعيد عني في حتى مني كده بعيد عني لما بشربش القهوة دي في حاجة غلط في يومي والله زي بيقولكو كده الحرمان وحيش تصدقوا والله بحس اني انا محرومة من حاجة بحبها جدا جدا بسو طاقم التوابل ده كان عندي وانا نسية والله يعني من ساعة ما جبته انا حطاها هتدي فريزر ونسية دي فريزر ايه على التلاجة ونسية خالص يعني عشان يعني الناس اللي بتقول لي ايه لقيا وفق طاقم التوابل دوت مش عارف ايه بصي انا عندي بدل الطاقم تلاتة يعني انا عندي واحد اهو في المطبخ من جوه ده طاقم وعندي واحد اللي هو الاخضاري ادل على الرف ودي واحد اهو جديد فانا طلعته معايكو عشان اواريكو ان انا عندي بس انا بحب اتعامل بحقل يعني انا كنت شايلاء لما طاقم منهم مثلا اللي قدر الله يبوه زجرة حاجة اطلعه وحطه لاني كان علي عرض وكان رخيص انتوا عارفين انا بقى بقى بحب ايه انا سيت مدبرة كده بحب التدبير يعني بحب الشطارة يا جميع فكنت بخلياست ابني كده فطلعت وقلت حط في ايه الحاجات اللي انا بستخدمها مثلا يوميا او كتير يعني عم تا حطه كده على الروخامة ما بياخدش مكان عم تا اه ما كانش عندي بقى بتاع دوات مسحوق فطلعت كيس مسحوق كده انا بجيب معاكل المسحوق اه بجيب حوالي اربعة كيلو كده في مشتريات الشهر فحطيت اتنين كيلو خلص معي اعتبر كده انا يعني دخلين على نص الشهر فطلعت كيلو تاني فضيته زي ما انتو شفته ما بحبش ان انا فضيه كل مرة واحدة ما عرفش بحس لما بقيتايا بتلاقي الحاجات كتير تلاقيني بجري منها كتير فحطت الحاجة كده بتاني عشان ما تجريش منها جيمت هنا بقى ايه حطيت الغسيل في الغسلة ومسكت المشايات كلها كده ايه نفطها طفضة كده خفيفة لان الارضية ما كانتش مزبوطة خالص نهائي زي ما بقول لكم كده ايه كانت عايزة كنسة بس يعني انا كنست ملماعتش وبالشراب اللي عامل زي شراب الحرامية ده اللي انا لبساها ده بصي بتحيس شراب ايه الحرامية اللي بينطه في نص الليل كده على الناس انا شايفا كده مش عارفة ايه بتقولي الفيديو تلقيني بالتريق على نفسي عادي بقى نفسي وانا حرة فيها جدعي نفسي وانا حرة فيها المهم بقى اللهم صالح على النبي كده مسكت المطبخ كله كده جوه وبره روحت ايه كنسات كنسة المحترمة دية بصوا شؤية الطراب الصغرنانين دول شالفهم بعينها كده بتجنن فنضفت رغم اني بقول لكم والله دخلة متأخرة يعني بسبب الكهرباء قطعت وكده يعني معرفش بقى لكم يوم كده تمام ومفرحاني والكهرباء ما بتقطعش قريت على نفسي ديتها النهار ده ديتنا ساعتين ونص تلاتة كده فقدت اللهم صالح على النبي يا رب بتعود ياختي هنا بقى ايه روحت فرشة كده المشيات وزبطت الأداء الدنيا تزبطت بقى زي الفل ولا اكني كان في المعركة اللي انتو شايفينها من شوية ديت بصوا احنا قدينا في الحاجة على طول الحمد لله حتى لو الدنيا تكركبت حواليك زي ما انتو بتشوفوا الدنيا بتكركب مرة واحدة كده بس بقدر اسيطر عليها لاني ايه كان اضافة يعني عميقة من الضفين بتبقى دي ايه حرب اشتكنك كده بسيطة عايزة تتشيل من بقى ستبت كل كده طبعا انا عارفة ان كزا حد فيكو طلب مني حاجات كتير فانا عملا اقول ايه ازبط نفسي كده بس وهعملها معيكو يعني الناس طلبت مني سابون القطع وانا مش فاكرة والله انا كنت عاملها فاني فيديو في برجة عنسة يا جماعة والله غصبا عني لان دي فيديوهات روتينات مش فيديوهات وصفات فطبعا لما بعمل وصفة في وسط روتين بتروح مني ببقى مش عارفة انهي فيديو فين وفين لما بفتكر وقوم بحطا لكم اللينك يعني فاكتر من حاجة طلبت مني ان شاء الله هعملها معيكو الليوني الجاهين بصت انا هنا ازازز المية ديت انا غسلتها طبعا انا عارفة ان حد فيكو قالي الازازز ديت غلط عليكو وجيبي ازاز فانا ان شاء الله هجيب ازازز انا بفعلا عندك حق فبس هروح السوبر ماركت اللي انا بروحه ده بصه في كل حاجة يعني الدور التاني فيه في كل حاجة بقى ازازز والبسكات والكلام ده كله فانا برضو محتاجة كده اجيب سلة حلوة كده للصالة ومحتاجة برضو اجيب ازازز مية ورمي الازازز ديت خالص وفعلا عندكو حق يعني انا برضو بتقبل للنصيحة بتاعيكو يعني ايه كفين انتو خايفين علينا يعني ده دي تكفي يعني فعشان بس غسلتها معاكو دلوقتي عشان ما تروش ايه وفاق بالطنيشنا يعني لا انا الصحي بحب ان انا اعمله وفعلا عندكو حق بس انا ايه بخلي يوم اليومين دول بس لحد ان شاء الله اخر الشهر كده اكون بجيب المشتريات وقوم جايبة تلاية كده ولا حاجة ينفعونا بقى للمية والكلام ده كله قلت بقى صبين الموايين اللي انتو شفتوها ديت بصو هي طرم الموايين يا جماعة صبينت والحطف دي تعرفي ان المطبخ هيبقى امر هيبقى رايق كده مش عارف اي دين انا نفسي افتح الشباك بتاعي ده واي موايين تتوسخ او مرميها مينة رايح نفسي رايح نفسي يقولوا مجنونة الجنينة اللي جرالها مش مهم ما بتخلص ما بتخلص والله يعني انا باخصل قدامكم مرة بس ايه من ورا الكاميرا بقى بتلاقوني اخصل كذا مرة يعني مش افضل واخدكم رايحين جايين على الموايين فشغلت طبعا غسلة جنبي وانتو عارفين بقى انا ايه بحب استغلي الفرصة فكده كده انا مشغلها الماتورة وهو زي ما انتو شايفين اهم نور قدامكم فبالمرة بقى ام صبنا الموايين اغباطي كده راسم بحجر كده خليك شاطرة ومدبرة دي كهرباء يا اختي مفتوحة وبالجر اسمعي مني فصبيني الموايين واخصل الغسيل يلا فكاري كده ودباري وبخاري وعطاري وعملي لنفسك فيه حد قالي كنت بتعملي ايه نديلي نديلي بس وانا لفه واجينه شوفتين يبقى بحب ده انا بقى عرفه دي جبت بقى الطماطم بتاعتي وبتدي بقى الطبخات بتاعتي الجميلة هنتبخ النهاردة تبيخ عملت حبيت تبيخ انما ايه بس اكتبقى الطماطم هي اول حاجة كده هزبطها وقلت بقى النهاردة اعمل كوسة فجات كده على ميل الكوسة حلوة جدا كده ومغزية فبساعة والله العظيمة عايز اجيب مسلا لوبيا اعملها انا بحب اللوبيا جدا بس انا ايه على طول دماغ تروح للخضار عشان العيال يعني بقى لأ كده ان انا ايه لأ لازم انا اكلهم الخضارين ضميري بيقنبني يا جماعة ضميري بينقح علي اوالله تعيسوا ان انا مسلا ايه اعزبهم لما لما اكلت لهمش خضارة بقى انا ست كده وحي الشايعين فبحب من الوقت التالية اعمل خضار كتير النهاردة بقى ايه زي ما بقى لكم كده كل مرة انا هعمل اكل يومين فركز كده في اللي انا بعمله عشان هتلاقي نفسك كده ان شاء الله يعني هي ببركة ربنا قبل اي شيء هتلاقي نفسك كده ضبرت الدنيا النهاردة بقى انا طلعت اللحمة وقلت هتبخ مثلا لو انا هتبخ النهاردة كيلو كوسة بس لا اجيب كيلو ونص تمام عشان هعمل حساب تاني يوم تاني يوم يبقى النهاردة وبكرة ان شاء الله طبيق تمام يبقى بكرة مش هتقفي ومنك كمان وفرت للغداء حاجة كويس اه مثلا الناس اللي ما بتحبش الاكل بيت ممكن مثلا تبتزودي تاني شوية للعشا عشان ما تعمليش عشا تاني وتكلفي نفسك فانا برضه من خلال الروتينات بتاعتي والكلام ده بحب ان انا اديكم برضك افكار كده عايز اقول لكم ان ده بيوفر معي طبعا بيوفر معي كتير كده كده هتقومي تاني يوم تعملي اكل تاني وشغلانة تانية وتكاليف تانية لا كده انا بطبخ ليومين اللي هو النهاردة وبكرة كده احصل لك بكتير اه الكلام ده كله بيبقى فيه وفر كده ليك بسكت الكوسة بقى نضفتها كده وزبطتها وخدتها على الحود كده هي بست كنت نضيفة والله بس يلا يلا نجيها كده ايه شاطفتين محترمين اهو تمام كده علش بقى انا يعني انا هحاول في المونتاج عليكو صوتي شوية عشان كده يعني عشان انا موت يا بوزاج من الشغل فانا لازم ان يختيح تريم نفسي كده الراجل تعملو شيئين فدخلت عدت كده في القودة مع البيت تقولنا بالذاكر بشرح لكم موقف كله وقلت لها معلش انا هعود جنبك بس اسجل الفيديو ده حبيبتي قلنا قلنا دي حاجة وكندة حاجة تانية يعني انا غير كندة خالص يعني تحسون كده مش اخوات انا هادية جدا ربنا يخليها يا رب بسم الله ما شاء الله عليها وكندة شعنونة جدا جنبها كندة اصلا واخداني في كل حاجة اوالله في حركاتي وضحكي وهزاري ونرفستي وعصبيتي وكل حاجة اه هنا بقى ايه خرطت البصلية كده الحلوة الامورة ديت كده وحطتها على النار كده وحطيت معلقتين زبدة على شوية زيت انتو عارفين بقى انا بعمل اكل بزيت وزبدة عشان تعديلي كده الميزانية وكمان يبقى الاكل خفيف يعني فكري قلتلك فكري ودبري وعطري وبخري اه نزلت بقى معلقة التوم المفروم كده اول ما البصلية دي بلت اه حطت معلقة التوم المفروم كده على طول قلبتها ويستلام علي رحية التشبيه بتاعتك يا بيت يا وفق الريحة جات لي تاني يا جماعة اقول له بس الريحة اقول لكم جات لي تاني لاني انا اصلا التشبيه موجود فمهم زبطت كده الايه البصلية مع البعض التومية كده وروح تبقى ايه طش الطماطم بتاعتنا الجميلة ديت اهي يلا واحدة كده فينفوز كده وزبطت الدنيا طبعا ما نستش شوية السكر بتوي هنا حطيت فلفل اصمر اللي مش عايز يخلص ده مغمق لي الشرب بس هو طعم جميل جدا بس مغمق الدنيا بعيه جدا يا نقص غماء حطيت سنة سكر بسيطة كده عشان الحموضة وخلاص على كده تسيبها بقى تاخد وتدي بشكل ودي مع نفسها ونرجع لها تاني خلاص كده غليت وروح تجيب الكوسة بتاعتي نزلت بها كده اهو ولا يا بيت شوفي اوقف النهار ده يوم كده تاني يوم ارتاحي بقى فوالله العزم بصو الافكار اللي انا بديها لكو ديت يعني انا عارفة ان فيه ناس بتنفس وفيه ناس ما بتنفس فعادي لو ده مسلا هيمشي معاك عادي بتعملي مش هيمشي معاك عادي برضك ايه مش ضروري يعني فكده منك ان انت يعني وفرتي اكل يومين فكده كويس قوي يعني ده حاجة مدبرة برضك ايه في خلال الشهر كده لو تعمل الطبيق دوت مرتين هيوفر معاك اربع مرات في اه اربع تيام قصدي معاكي فالميزانية هنعرف نزبوتها يعني والدنيا هتمشي مهما يكون فيه غلاء او مش غلاء هتمشي يعني ان شاء الله فالمهم بقى ان شاء الله ربنا يلطف بينا يا رب وربنا يرحمنا برحمته يعني والحمد الله على كل حيل يعني هنلاقي نفسنا كده هنزهق هنشتكي هنتضيق ولي الحمد لله على كل حيل الحمد لله ان النعمة موجودة والحمد لله ان احنا من جوانا رضا برضو اه هنا بقى جبت الحلة بتاعت الامر ديت وحطت برضو زي ما انتو شايفين زبدة وزيت وينزلت كده بالشعرية اللي هي كايرو ديت جميلة جدا اهي واحمرها بقى تعارفين انا بقول لكم على طول بحب ايه الشعرية كون كتير في الرز اديها رز المهم بقى مين فيكم بيحب التباخ زي مين فيكم وبيحب يعمل لعاله تبيخ كتير فلو حد جديد معي بتقول انت مالك يا وفاق بتقولي تبيخ كده ليه ده الكلمة دي اصلا خدتها من بنتي كندا سرقاها منها والله يا جماعة اللي كل صراحة قعدت فترة تقولي بحب التبيخ يا ماما عملي التبيخ فبقيت اقولها زيها خلاص احب قبلت وفاق اللي ده اللي ده معلش بحب يقلد عيالي وعيالي يقلدون يا جماعة ايالي والله امال دي بقى شوية الرز بشارية الامامير دول طبعا النهاردة ما جبتش ملوخية رغم ان احنا بنعشقها بس قلت لق يا بنت وفاق غيري كده مش مش كل مرة ملوخية ملوخية ولسه هتقطافي وعلى ايه على ايه يعملي بقى شوية لسانة عصفور كده تغير خلاص كده زبطنا الرز بتاعنا وغلي غلوة وطيت علي خالص وصبته مع نفسي المهمة بقى الاتنين دول استوه شلتهم كده عايز اقول لكم البتجاز بقى ما يعلم بلا ربنا فطبعا ما كانش عندي وقت بقى ان انا عامله معيكم فقلت خلاص بعد الفيديو ده هشوف هزبط الدنيا كده ايه لو صهرت يعني عندي غسل عايزة نشر عندي بتجاز عايزة صبن فحاول كده عمل لكم فيديو كده مسائي يعني بس مش هينزل مسائي هينزل في معاده يعني اللي هو المعاد بتاعه الطبيعي المهم ايه عملت شوية لسانة عصفور كده حمرتهم وبعد كده ايه سقيتهم بالشربة بقى كنت مخنصرة الشربة ديت لسانة عصفور خلاص على كده الحبة اللي فيهم التوابل دول بقى بليش عشان نبصي مسمر قوي وده كان ايه التبيخ بتاعنا النهاردة ويارب الفيديو يكون عجبك نستنعي اللايك والكومنت بتاعك واستنظري ان شاء الله مني فيديو جديد